اهلا بكم مشاهدي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد خاص باخبار المنتخب الوطني الجزيري حيث تواصل العناصر الوطنية استعدادتها للمواجهة الثانية ضد منتخب جنوب افريقيا بملعب نيسون مندلة يومها الثلاثة المقبل بداية من الساعة العاشرة ليلا حيث وجرت العناصر الوطنية حصة استرخائية بالنسبة للعناصر الاساسية التي شاركت في مباراة بوليفيا التي فاز فيها المنتخب الوطني الجزيري بثلاثة اهداف مقابل اثنين واجرت العناصر الاساسية حصة استرخائية كما قلنا بالقاعة قاعة تقوية العضلات التابعة لمركز التحذيرات بسيديموسا اما العناصر الاخرى التي لم تشارك او شاركت قليلا في المواجهة الاولى اجرت حصة تدريبية بمركز التحذيرات بسيديموسا اذا من المتوقع في المباراة المقبلة ضد منتخب جنوب افريقيا اشراك اللاعبين الذين لم يلعبوا المباراة الاولى في صورة بدر الدين بوعناني بالاضافة الى بشير بن لومي وحسام عوار الملتحق مؤخرا بالمنتخب الوطني بالاضافة الى اللعب الذي كان يعاني من اصابه سعيد بن رحمة ولعبين اخرين في صورة مدافع شباب قسنطينة مدني وحماد عبداللي اذا هذه صور الحصة التدريبية التي اجريت ليلة امس بمركزية التحذيرات شكرا لكم على المشاهدة الى فيديو اخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته